9 سنوات منذ اندلعت شرارة الثورة اليمنية مرت خلالها البلد بمنعطفات مختلفة صعودا وهبوطا 11 فبراير 2011 لم يكن يوما عاديا في تاريخ اليمنيين إذ حمل معه ميلادا جديدا للبلد التي كانت توصف باليمن السعيد في ذلك الموعد كانت واحدة من أمان اليمنيين المستحيلة تتحقق رأي العين فحكم نظام علي صالح الذي استمر 33 عاما كان قد ذهب إلى غير رجعة عقب ثورة شعبية سلمية شارك فيها الملايين رفعت الثورة شعارات الحرية والديمقراطية والتوزيع العادل للسلطة والثروة ووضعت قدم اليمنيين الأولى في طريق التغيير لبناء الدولة المدنية وبينما كان اليمنيون يحتفون بتحقيق أول الأهداف في سبيل الانتقال الديمقراطي وضف النظام صالح كل إمكانياته لإجهاد عملية التغيير وعلى المستوى الإقليمي لم تألو السعودية أي جهد لإجهاد نموذج الثورة ابتداء بالمبادرات الخليجية وليس انتهاء بالتدخل العسكري ومحاولة تقسيم اليمن الواحد لم يحقق أي مطلب لنا من ثورتنا بس واصلوا لأعداء الثورة واصلوا حقها من الحرب وحولوها من المسيرات السلمية واحتجاجات المطالبة السلمية إلى حرب وطحن البلاد وعقب الانقلاب والحرب والتدخل الخارجي وهي عوامل أفضل مجتمعات لانهيار الوضع وجه السؤال البديهي لشباب الثورة أهذا ما وعدتمون به؟ يجيب الثور بأن ثورتهم قدمت مخرجات الحوار الوطني ورسمت صيغة متكاملة لمصفوفة الانتقال السلم للسلطة كما تأهبت البلاد حينها للدخول في مرحلة انتقالية تضمن تحقيق المواطنة المتساوية لجميع اليمنيين والحقيقة أن هناك مغالطات منطقية بسؤنية أو حسنها تريد تحميل ثورة فبراير مسؤولية ما قام به أعداؤها متجاوزين حقيقة التآمر المحلي والدولي من قبل الثورات المضادة والتي كانت تقف على رأسها السعودية والإمارات لم تكن الثورة يوماً اختياراً أو حركة مفتعلة بل قدراً تخطه الشعوب لحظة احتقان للظلم والفساد والاستئثار بمقدراتها وهكذا كانت فبراير تأتي هذه الذكرى بعد محكات كما قلت لك وعواصل كبيرة حصلت في تاريخ اليمنيين لكنها ستصل في نهاية المطاف إلى أهدافها سلماً أو حرباً مشروع المقاومة الذي أعقب الانقلاب يعد هو ما تبقى من فعل قوى فبراير في المشهد اليوم لكن الفرق أن أعداء مشروع فبراير اليوم ينسجون تحالفاتهم داخلياً وخارجياً عبر دعم مشاريع الميليشيات والفوضى وتقويض مشروع الدولة الاتحادية أما موقف هادي والقوى السياسية بجانبه في الرياض من هذه المشاريع الرجعية فيراه البعض طواطئاً مباشراً معها عبر شرعانات تحركاتها على الأرض اليوم